السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقاء الطيبين سعد الله وقادكم واللهم صلى عن النبي اليوم 25-24-2022 راح نكمل بدورة تعلم أساسيات لغة Java اليوم راح نفهم بعض المفاهيم اللي هي بأنواع الطباعة المستخدمة في لغة Java وتعالوا خليني نتعرف أيضا عن شنوى واسم الكلاس وشنوى معناة وشنوى الخصائص وشنوى فاليوم راح نتعرف عليهم بهذه المفاهيم بشكل سهل باللغة العربية باللهجة العربية العراقية خاطر تكون مفهومة إذا هذه الأسماء أو الكلمات المفردات الإنجليزية واجهتك في البرمجة في الدورات التدريبية قدك في الجامعة أو المعاهد خاطر تكون عندك هذه الأساسيات في عقلك راح تفهمها بشكل سريع فتعالوا خليني نشرح هذه سوية ونروح إلى فاصل ولا تنسى ادعمني بالقناة اشترك لايك كومنت إذا ما تعرفني فأنا عبد الرحمن مبرمج في شركة انترنشنل في النمسا يا أصدقائي فنروح فاصل وندخل ونشرح على نافذة البرنامج الإنتليجي يا أصدقائي نشوفكم بعد الفاصل طبعا يا أصدقائي رجعنا وياكم مرة أخرى هنانا إذا ردنا نبدأ نفتح البرنامج ما لتنا يا أصدقائي نروح على كلمة فايل ونسوي نيو مثل ما تعلمنا بالدورات السابقة ومن خلال النيو راح نروح على بروجيكت إذا تلاحظون سوري مرة أخرى نعيدها توسفايل نيو ونروح على بروجيكت ونفتح النا بروجيكت جديد طبعا هنا طريقة البروجيكت راح تشوفون إنه هناك عدة لغات راح تتبين أمامنا هالسبلت إنه هنا نختار جاوا أكو هنا هنا كوتلين أكو سكالا ذني لغات مختلفة فإحنا لازم نكون على الجاوا إذا ما عندك الجيديكي فتقدر من خلال داولود جيديكي وتحمل الجيديكي اللي تريده إنت اللي هو اللي نفذلك البرنامج خاطر يقدر يقرأ البرنامج لغة جاذا ويفذلك في الطفاعة فأني منزل الجيدياي من خلال داولود جيدياي تقدر إنه تنزل جيديكي تحمل هنا تقول لك create project from template يعني إنشئ لي project يعني template جاهز هنا أنا من خلال هذنه ثلاث نقاط نقدر ننشئ فتفولدر في الديسكتوب لو تلاحظون إحنا هنا نخلي ندور الديسكتوب نروح على الadminister ونروح على الديسكتوب وهنا أنا بالديسكتوب نفتح فتفايل جديد ونسمي java up طبعا هنا كلمة java java هي لغة حساسة فينكتب بحرف صغير والكلمة الثانية تبدأ بحرف كبير ال a مثل ما أخذناها بالدروس السابقة ونقول له أوكي صار عندنا فايل اسمه java up ونقول له أوكي فرح تكون تسمية البروجيكت المشروع مالتنا يا أصدقائي باسم java up إذا تلاحظون وياي فإنسا شنسوي نسوي finish ورح تنفتح البرنامج رح يحمل رح يسوي وعملت extracting ورح يسوي refreshing رح يسوي loading نفس الوقت انه رح يفتح لك البروجيكت مالتك رح يقول لك trade بهذا الويندوز يعني فهذه النافذة أم تفتح نافذة أخرى فهاي بقت يمك فانا هقول لك افتح ليها بهذه النافذة فرح يحمل رح يسوي saving project ورح يفتح لي نافذة مرة أخرى رح يحمل شوية مرة أخرى رح يسوي reopening files ورح يفتح البرنامج عندي بلغة java طبعا هنا احاول انه تنتبه انه java program التسمية اللي سميتها لازم يكون لها نفس الاسم بالكلاس يا أصدقائي اوكي زيان هسنا فتحت نافذة البرنامج أمامنا وهنا بإمكاننا نكتب أول طباعة code بلغة java بس خلي نروح شوي للمشروع عمالتنا فهنا عملية package الpackage هنا هو file اللي بلغة java المين يعني لو فتحنا مثلا my computer رح افتح windows file هنا دائما او يقولو لك expruler افتح expruler file يعني فهو هذا يقز به هذا expruler file ونروح على desktop ومن خلال desktop لو نلاحظ اكو java app ومن خلال java app خاطر نريد نوصل للبرنامج فتروح على crc ونروح على كلمة com وبداخل الكم اكو شي اسم شوفو التتبع مالت com هذا هو و company dot company يعني موجود بالcompany فاذا نفتح الcompany راح تشوف انه البرنامج هذا هو اللي هو main dot java اللي نشأناه قبل شوية 24 2022 2022 اوكي زياد اذا ردنا احنا نسوف package package هو file انه نضم ب class اخر او نافذة اخرى من خلال انه تخلي right click و تقول new راح ينتظر انه داي يحمل هنا امامنا و راح نقول new و بالnew راح تشوف انه هنا package راح تخلي تسمية ثانية file وتقدر تضم بها class تابعة للغة java class اخر تريد تبنيها ايضا او تقدر google direct تسوي java class هاي راح نحكي بها مستقبلا بالايام الجاية اوكي خلي نعرف شنو access modifier access modifier خلي نخلي فد علامة تعليق خطر اذا تريدون نكتب علامة تعليق انو فتسوي comment هو تعليق من خلال شفت رقم سابعة يمكن او من خلال double hashtag بهذه الطريقة عدنا شي اسمه access modify اللي هو نقصد به هنا الظهور البرنامج او ظهور الclass هنا نحنا نسويه من نوع public public يعني ظاهر هذا يسحول access modify راح اكتب am access modification اذا سمعت هذا الشي في الكورس او الدورات access modify يقصد بيها اللي هو هنا public هذا public معناه تعام انو ممكن انو اقدر استخدم بكل بكان و بكل class ممكن اغير ه وخليه مثلا مقفول ممكن مجرد انو اكتب كلمة private p-r-a-v-a-t فصار اهنانا private عادتان الكلاس المين ما نقدر نخلي private نأنه هو هنانا راح يتنفذ البرنامج فما راح نقدر نخلي private فنقدر انو راجع الى public طبعا لازم يكون الكلاس المين public بس بالكلاسات الاخرى خاطر تعرف عدنا اهنانا الكلاس المين لازم يحوي هذا الكلاس التسمية ما للمين نفس المين امامك ليش خاطر الكمبيلر يجد هذا الفايل ويقدر ينفذ بشكل سريع وسهل اوكي عدنا هنان public عرفنا هو access modify اللي هو نفس الفوق نقدر هنان نسوي private راح تشوفونا يمكن راح يقرأ هنان بهذا public static void main هذا هو تنفيذ البرنامج الرئيسي private اذا ما قرأ راح نقدر نسوي method تحت خاطر راح شوف لكم انو هذا access modify خاطر تكون علم بيها مثلا راح انزل تحت راح ابني لي method dollar الميثود هنان هو عبارة عن dollar او مثل function اذا سامعين بي فهم يسمون هنان method فانو ابني لي method dollar دائما الميثود متكون من عدة امور اللي هي لازم يكون بيها access modify من نوع شنو private مثلا private و اهنان اذا تخلينا كلمة void معناته انو dollar هاي ما تحتاج الى return الى اعادة قيمة اوكي فهنان نقول private void مثلا get كلمة get output هنا get output كلمة وحدة بس انو لغة جافة هي لغة حساسة فيبدي اول حرف ب small letter والحرف الكبير capital letter وافتح قوسيا واسد قوسيا خلي نمسح هنا افتح قوسيا واسد قوسيا بهذه الطريقة او الاقواس الاقواس يمكن لربا بهذه الطريقة ايوا بهذه الطريقة ونفتح tag فتح وغلق اهنان بهذه الطريقة الكلمة void اهنان ما يحتاج return لو فرضا اهنان خليت الى variable مثلا خليت كلمة int فرح تشوف انو المؤشر اهنان رح يطلب من عندي انو لازم اخلي كلمة return اهنان بهذه الطريقة انو return اذا تلاحظون انو ظهر للمؤشر اكو خطأ اهنان ترى انو انت ما عندك return واخلي semicolon فاهنان بهذه الطريقة انو اذا ما خلينا اذا ما خلينا كلمة void خلينا كلمة integer string boolean اي variable فيحتاج الى return ويحتاج الى semicolon بهذه الشكل فيحتاج الى return وبما انه انتجه فلازم اخلي قيمة عددية فاخلي رقم اثنين مثلا فانو رقم رقم صحيح لازم يرجع لي خاطب تشتغل ادي المثود امامي return اثنيا اوكي زين اهنان بصف الهايد يطلب انو اكو علامة خطأ اهنان اذا تلاحظون انو ترى اكو خطأ اهنان فنقدر انو نخلي كلمة static مثلا انو هذا المثود انو راح اقدر استخدم ما في جميع الاماكن فنقدر بهذه الطريقة ايضا خلينا السهم اهنان راح نشوف انو شنو الخطأ اللي دايظهرها النا بلغة جاذة خاطر نعرف انو اهنان مجرد انو نروح على ال احمر فهنان يقول كلمة private create type parameter هل انو تريد انو يكون parameter البرامتر يقصد به اهنان فهنان ما بحاجة الى parameter فرح ينفذ لي الى parameter اهنان طبعا اهنان نخلى parameter اللي احنا بال main program المهم اه هس احنا خلي نلغي هذا كل الميثود هذا طريقة كتابة الميثود خلي نمسح اهنان ايضا اه كلمة private اهنان بهذه الطريقة يا اصدقائي ونبدي انبلش لانواع الطباعات اللي موجودة في لغة جاذا بالنسبة لل output عندك اما تستخدم مختصر بسيط اللي هو S O U T اللي هو System Out Printlin System Out Printlin بهذه الطريقة لربما انه ننتظره فعدنا هنا هنا System Out Printlin يطبع عندنا مختصر او تريد تكتب كتابة فخلي نكتب System Out Printlin Enter هنا رح يتجينا مختصر ما بين هذا انه هنا كلمة LN هنا معناته ينزل لي سطر او اقدر اسوي بهذه الشكل فهس احنا رح نتعرف على هذا الشي مثلا رح يطبع لي مثلا كلمة Hello World اوكي هاي كلمة Hello World واخلي علامة التعجب مثلا واريد اطبع كلمة ثانية رح اطبع كلمة ثانية فرح اكتب So t printlin فهنا انا رح امسح الprintlin رح امسح الprintlin رح امسح الprintlin خاطر نعرف الفرق وين وحيكون بصف هالكلمة مثلا اهنا كلمة خلي double quotation وخلي store بهذه الشكل و double نقطة وهنا نخلي اعرف variable بالmain تحت خلي اكتب مثلا string ring a يساوي عبود طبعا هنا العبود هنا غلط ما تنكتب بها ذي الطريقة لازم double quotation لازم يكون double quotation لانه كلمة تسبب ring variable antenna هنا ننتظر انه نمسح مرة واحدة بعد a ونخلي double quotation ونكتب كلمة عبود ونخلي semicolon ونخلي semicolon واهن انا بدل هذه النقاط راح اقول my name my name وهذه النقطين وراح استدعي بصفة زائد واخلي كلمة زائد هنا راح يظهر يمكن يساوي هذا غلط بالطبع لازم يكون زائد اذا استخدمنا system out println نخلي كلمة زائد وحرف a هنا فرح نستخدم variable اللي هو حرف a مثل ما ظهر امامنا انه نقول اوكي اريد هذا هو a string فرح تظهر لنا انه الامور تمام صحيحة فرح نشوف شو الفرق ما بين system out println بهذا الشكل او بهذا الشكل لو نفذ هنا راح تشوف انه println ينزل سطر لحو الاسفل وبدون ln يبقى انه نفس السطر ما راح يتغير بالنسبة للطباعة فانتظر تحميل تنفيذ البرنامج يا اصدقائي وايضا خلينا نتعرف على بعض الاساسيات انه يمكن انه نعرف ها او القليل بكم انه يعرف ها مثلا الكل هو تسميته نفسه هو الكل الobject هو معناته كائن اوكي الinstance variable مثلا الinstance variable ادنى string ادنى الانتجار ادنى boolean تتعرفون فانه برمجة الكائنات التوجه الinstance هذا هو التسمية معلتها خاطر تكون عدكم علم بهذا الشكل يا اصدقائي خلي هنانا نجي ناخذ لكم انه فتصورة بهذا الشكل انه نظهر لكم بالانجليزي اهنان خلي نشوف خلي نشوف انه يفتح النا النافذة اهنان بهذا الشكل ننتظر طبعا للأسف شوية انه البرنامج دا ياخذ قيمة عالية باللغة جافة كل اه يحتاج لمعالج قوي جدا فلذلك البرنامج اه على الكمبيوتر هذا كل اه ثقيل يعني صعب انه ننفذ عليه فدننتظر انه شوية يمكن لربما على الكمبيوتر الثاني افضل انه بالتطبيق مال لتنا بس انه ردت اشوف لكم انه الاساسيات اهنان بهذا الشكل نشوف شون جدي يظهر انه اهنان من افضل 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 هذي الصورة يقول لي غلط انه جبتها اهنان بهذا الشكل خلي نمساحها انه رجع ctrl z رجع ctrl z ويضغي انه التغيير هذا طبعا للأسف انه البرامج هو جدا بطيء لذلك تعاملة بطيئ مو مثل visual studio اه لذلك تشوفون انه ده يتأخر شوية نوعا ما وهذا الشي يعني ما احب انه اشتغل عليه بهذه الشكل يا اصدقائي بس انه المهم خلي نشرح لكم انه هنان يا يا اصدقائي اللي حين ما يظهر البرنامج فتشوفون انه هنان انه الانواع المتغيرات عدنا كلاس اسمه هارمش ونفسه هو .java وعدنا انتجر للx انتجر للy فاذا ردنا بني كائنات انه الكائن يحوي نفس المتغيرات والكائن بيحوي نفس المتغيرات بالنسبة لكلاس هارمش اذا استخدمنا في عدة مرات وايضا لو لاحظنا انه باللغة الانجليزية خلينا اخذ المثال رح نحكي لك انه شنو الكلاس بالشكل الكامل الكلاس يقول لك هو يعني انه يوضح ويفهم انه هذا الكلاس هو في لغة جاذب بالنسبة لكتابة الكلاس وذا يجب يكون ضروري جدا الكلاس موجود يا اصدقائي طبعا هنان اجدي اظهر لنا خلي نمسح هذا التنفيذ يعني للأسف بطيء جدا واني حاولت انه انزل التسجيل ما للفيديو وات على الكمبيوتر الاخر خاطر يساعدني في شرح العمليات الاخرى خلي نحاول انه سنوقف لحين ما يتنفذ البرنامج رح نرجع وياكم يا اصدقائي مرة الطباعة اهنان hello world نزل سطر لانه حاطين ln نزل سطر وكتب my name عبود لو ضفنا اهنان في هذي الخانة يا اصدقائي كلمة انه bug slash بهذا الطريقة وكلمة الان خلي نشوف هل يقراها اهنان بهذه الطريقة ايوان قراها بهذا الطريقة لو خلينا انه bug slash وان رح تنزل كلمة عبود تحت لو ننفذ واللاحظ رح نشوف اكو هنان تغير بعملية الطباعة يا اصدقائي ننتظر انه يسوي reload ونشوف انه عملية التنفيذ هنان لانه ضفنا الشارحة وكلمة الان خلي نشوف شو رح يظهر ال output وال البرنامج يا اصدقائي checking checking source هنا دي check فاذا نلاحظ انه يسوي وعملية build فالموضوع جدا بطيء احاول انه انزل البرنامج التسجيل الفيديوهات على الكمبيوتر الثاني خاطر نختصر عملية الوقت لانه موضوع عملية كتابة الكلاسات والمثود وcreate do all وندخل على ال for loop والswitch وال do while هذن اذا عرفنا هن بعدين رح نبدأ نشتغل على المثود على ال ان كل التسميات رح ناخذ ان شاء الله اللي هي موجودة مثل ما تلاحظون انه اهنان خلي نرجع بما يحمل اهنان البرنامج خلي نشرح لكم شوية عن public هنا قلنا هو access modifier اللي هو اللي يطي نوعية الظهور اهنان اذا سويت public فرح يظهر البرنامج وذا سويت اذا سويت public قلنا اهنان رح يظهر اللي class رح اقدر استخدم لخاصية التحكم وقدر استخدم اما بالنسبة للstatic فهذا معناته انه اذا خليت انا فوق المين او فوق دالة المين فهنان بامكاني انه استخدم بجميع الاماكن بوضع كلمة static بس بداخل نفس اللي يعني مو بخارج اللي آخر type of the method يعني ما تتاج انه ترجع فتقيمة value اذا تشوفون هنا it means it doesn't return any value انه ما يرجع لك اي قيمة من value ما عرف كين صورة مو واضحة رح اكبر ها شوي خاطر انه تشوف ون ما عرف الصورة هس وضحت لا بهذا الشكل هم الصورة غير واضحة يمكن نكبرها بهذا الشكل مثل ما تلاحظون يا اصدقائي انه تنفذ البرنامج اهنان مرة اخرى فرح تشوفون انه نزل لسطر واحد ونسخ كلمة عبود بالاسفل تحت زيان اذا خلينا بعد كلمة bug slash وكلمة t اهناش رح يصير رح يسوي عمالية top رح يسوي عمالية top فخلي ننفذ البرنامج ونشوف شنو الاصدقائي رح يصير مثل ماذا تلاحظون يا اصدقائي اللي صار بعد التنفيذ هو انه كلمة my name اجي اهنان ونزل سطر واحد اوكي نزل سطر واحد هذا السطر نزل واهن سوى عملية top top واحد لين حطينا بعد انه شون تسوي عملية الطباعة عدنا هذه طريقة عدنا طريقة اخرى ايضا للطباعة خاطر تكون عندك واضحة اللي هي تنزل سطر وتكتب كلمة su ouf معناته system out print f print f اهنان اش يحتاج من يمك رح نضغط enter اهنان رح يحتاج انه هنا رح يطيك اياه هو كاملة بالدبل quotation رح تقول لي انه اريد انزل لي سطر رح اخلي انزل لي سطر واكتب my i am 22 years old خلي نقول هاي ذي الجملة i am 30 years old اخلي اكتب هذي الجملة years old يعني عمري 30 واريد اطي الاسم multi ايضا فراح اقول and my name my name واخلي يا اصدقائي اللي هو ال percent وكلمة ال s هنا ما خليت percent و s شي يحتاج يحتاج انه يكون اكو فارزة يكون اكو فارزة بهذا الشكل لا فارزة بهذا الشكل اللي هو واجيب ال variable يا اصدقائي اللي هو حرف a فاهنان رح اخلي ايضا بهذه الشكل انه بعد كلمة name اخلي نقطين خاطر نعرف انه شو كت هي جي ال ال اسم بهذا الشكل وبعد ال slash وال as اخلي انه ينزل لي سطر اخر اللي هو اخلي هنا مثلا بعد ال my name رح اخلي انه ينزل سطر وراح اخلي يكون tab ايضا slash tab يعني انه ينزل مرة واحدة سطر ومرة ومرة انه يخلي عملية tab بهذه الشكل يا اصدقائي فلو نروح هس ننفذ ونشوف اش رح يظهر انه امامكم يا اصدقائي فلو تلاحظون يا اصدقائي بالتنفيذ اهنان نروح على كلمة اللي هو F I am 30 years old and نزل لسطر ونزل tab اخر my name is عبود اوكي هذا كلمة العبود اخذها بعد ال % و حرف S ويجي حرف A اوكي زين يا اصدقائي بعدش ناخذ ملاحظات خاطر ناخذ انه بعض الاساسيات ايضا خاطر تعرفون انه انا هنان حضرت ها الكم ممكن استه الصورة واضحة اكبر تبين فقلنا الستاتيك هو keyword class to declared in java قدنا public انه يكون ظهورة بشكل عام وانه ممكن انه اشوفه بغير كلاسات اخرى لانه اذا رح نتعلم private والprotected فراح تكون الكلاسات ما مسموح لنا او مو الكلاسات الدوال اللي هي function method ما رح اقدر استدعيهن بالmain فاكو طرق ثاني شون استدعيهن موضوع static هنا انا ميمكاني انه اذا اخلي للvariable static رح اقدر استخدم الvariable كل الاماكن الموجودة حتى بالكلاسات المغلقة بالنسبة للvoid اذا ذكرنا void معناته اني ما احتاج للمثود multi الى اي return value ترجع لقيمة وعدنا كلمة المين هنا انه هذا هو starting point of the program يعني اذا ما موجودة هاي كلمة المين فمعناته انه البرنامج ما رح يتنفذ ادي و كلمة هنا string dot args هاي معناته اكو داخل برامتر من نوع array موجود و يقول لك انه هذا هو discuss incoming section رح نشرح بالدروس القادمة اما بالنسبة system dot out dot println هو لعملية الطباعة وينزل سطر اذا تلاحظون امامكم هذا هو class symbol public static void بهذه الطريقة قدروا انه كتفون ال program فهن البرنامج رح يبدأ انه من خلال start menu all programs accessories notepad وهذه الطريقة زيان هس احنا يا اصدقائي خلي نوقف هذا الدرس خاطر تعرفون انه java code ش رح يتحول من لغة java عن طريق compiler اللي هو المترجم الى bytecode ويقدر يتنفذ وحشوف امامك فهو تحول هنا بهذه الطريقة الى bytecode وتنفذ البرنامج بهذه الطريقة اذا كانت اخطاء ما رح يتنفذ البرنامج ورح ناخذ بالدرس القادمة عملية القراءة كيف انه اضيف قيم من خلال المالتي وبنفس الوقت انه يطبع لياها بنفس الوقت فنشوف ان شاء الله بالدرس القادم يا اصدقائي تحياتي لكم كانوا ياكم اخوكم عبد الرحمن ونروح فاصل ونرجع لكم الى هنا يا اصدقائي يمكن عرفنا بعض الملاحظات وبعض الامور والتفاصيل اللي تخص عملية الطباعة بلغة جابة زين الايام القادمة او الدرس القادم رح يكون ان شاء الله هي عملية القراءة والطباعة انه اخلي فتمتغير ما امطي قيمة هنا وانما بالترمينال اطي قيمة وبنفس الوقت يطبع لياها هاي القيمة ورح نسوي الة حاسبة بلغة جابة تطبيق لغة جابة شوفكم ان شاء الله بالايام القادمة وتحياتي لكم واخوكم والترحمن مع السلامة